في التعاون الطاقة واستقبل وزير الطاقة محمد عرقاب نائب وزير خارجية مملكة تايلندا في جافات أسار بهاكري اللقاء شكل فرصة لبحث سبول تعزيز التعاون والشاركة بين البلدين في مجال المحروقات والمناجم إلى جانب تحلية مياه البحر الجزائر بلد مهم جدا بالنسبة لنا في إفريقيا وهي وجهتنا الاستراتيجية للاستثمار في مجال الطاقة نحن هنا لبحث سبول توسيع التعاون والشراكة التي ستتعدى مجال المحروقات إلى التنقيب المنجمي وتحلية مياه البحر إلى جانب مجالات عديدة أخرى تحدثنا على إمكانية وضع إطار تعاون شامل ما بين وزارة الطاقة والمناجم وكذلك المختلف القطاعات في تايلندا لتعاون في هذه المجالات ورح تكون فرصة كذلك لشركات تايلندية التي هي متواجدة معنا في الجزائر في المجال المحروقات لتكثيف نشاطها في الجزائر